حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامي بن عروة قال حدثني الزهري عن فلاني بن عمري بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما أو عرقا فلم يمضمض ولم يمس ماء فصلى حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيهاب عن جعفار بن عمري بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمني عن عمري بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن جعفار بن عمري بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة حدثنا عبد الوهاب بن همامين أخو عبد الرزاق قال سمعت محمد بن أبي حميد المدني قال حدثنا عبد الله بن عمري بن أمية عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة قال أبو عبد الرحمني عبد الوهاب بن همامين أخو عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن جعفار بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحتز من كتف فأكل فأتاه المؤذن فألقى السكين ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضى حثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمني عن جعفار بن عمري بن أمية فأنت أن أباه حدثه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين